بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم طلابنا طلاب الصف الحادي عشر مع درس من دروس اللغة العربية وأنوان هذا الدرس الكناية الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يعرف الكناية تعريفا صحيحا يميز بين أنواع الكناية دون خطأ الطلاب الكرام ماذا تعرفون عن الكناية وما أنواعها الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه لا معناه الأصلي مع قرينة تجوز إرادة المعنى الأصلي والكناية من أجمل فنون الأدب لأنها أسلوب ذكي للتعبير عن المراد بطريق غير مباشر وفيها يذكر المعنى مصحوبا بالدليل عليه ولنوضح لكم أبناءنا الطلاب المقصود بهذا التعريف ففي الكناية لا نريد المعنى الأصلي ولا المعنى المباشر وإنما نريد ما يترتب على هذا المعنى من معاني أخرى مع قرينة تجوز إرادة المعنى الأصلي وهذا يعني ببساطة أن المعنى الأصلي ليس مستحيلا قد يكون مرادا أيضا وقد يكون معقولا ومقبولا أيضا وذلك بخلاف التشبيه والاستعارة فالمعنى الحقيقي في التشبيه والاستعارة يكون مستحيلا عقلا سنرى ذلك من خلال الأمثلة أيها الأعزاء والآن نريد أن نقف مع أنواع الكناية فهي تنقسم بحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام كناية عن صفة فعندما نقول فلان ترفع له القبعة كناية عن صفة الاحترام انظروا إلى هذه الكناية وانظروا إلى التعريف الذي ذكرناه من قبل لفظ أطلق وأريد به لازم معناه فعندما نقول فلان ترفع له القبعة القائل هنا لا يقصد القبعة ولا يقصد رفعها وإنما يقصد ما يترتب على رفع القبعة لهؤلاء الناس وهي عادة معروفة بأنها كناية عن صفة الاحترام أي أنه محل احترام من الآخرين ولذلك المعنى المباشر وهو رفع القبعة غير مقصود وغير مطلوب وإنما المعنى الذي يترتب عليه وهو ما ينسميه لازم المعنى هو المعنى المقصود وهو صفة الاحترام مع قرينة تجوز إرادة المعنى الأصلي والقرينة هنا قرينة عقلية ففي بعض الشعوب تكون هذه العادة عندما ترفع القبعة لأحد من الناس يعني ذلك الاحترام والتوقير لهذا الشخص فالمعنى الحقيقي ليس مستحيلاً وإنما ممكن أيضاً النوع الثاني من الكناية كناية عن موصوف فعندما نقول لغة الضاد كناية عن اللغة العربية والنوع الثالث كناية عن نسبة كقولك يسير الكرم حيث سار حاتم الطائي وهي كناية عن نسبة الكرم إلى حاتم الطائي هذا إذن تعريف الكناية وهذه أنواعها الثلاثة ولنفصل القول في أنواع الكناية كناية عن صفة وهي إخفاء الصفة مع ذكر الدليل عليها فهي التي تعرف بذكر الموصوف ملفوظاً أو ملحوظاً من سياق الكلام فعندما نقول فلان نظيف اليد كناية عن النزاهة والأمانة وفلان قوي الظهي كناية عن كثرة مناصره قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فهنا كناية عن صفة ما الصفة هنا التي تعبر عنها الآية الكريمة نعم إنها صفة الغيبة فكناية عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله رفع العدو الراية البيضاء نوع الكناية هنا كناية عن صفة ما الصفة إذن؟ كناية عن الاستسلام النوع الثاني كناية عن موصوف وهي إخفاء الموصوف مع ذكر الدليل عليه هناك كنا نقول إخفاء الصفة هنا نقول إخفاء الموصوف ويكننا فيها عن ذات أو موصوف فتفهم من العمل أو الصفة أو اللقب الذي انفرد به الموصوف كقولنا لغة الضاد كناية عن اللغة العربية قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر والآية تتكلم عن نوح عليه السلام كناية عن موصوف ما الموصوف الذي تكني عنه هذه الآية الكريمة؟ نعم كنا عن السفينة بكونها صاحبة ألواح ومسامير وقال سبحانه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذن كناية عن موصوف من صاحب الحوت إذن؟ إنه يونس عليه السلام كنا عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لأنه يلقب بصاحب الحوت أما النوع الثالث والأخير من هذه الكناية فهو الكناية عن نسبة وهي التي يصرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شيء متصل بالموصوف حيث نأتي فيها بصفة لا تنسب إلى الموصوف مباشرة بل تنسب إلى شيء متصل به ويعود عليه كقولك كناية عن نسبة الكرم إلى حاتم وكانت العرب تقول المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه وهي كناية عن نسبة أراد وصفه بالمجد والكرم فنسبه إلى ما يتصل به ثيابه انظروا ثوبيه وبرديه وهي أشياء تتصل بالشخص الممدوح اليمن يتبع ظلة كناية عن نسبة فأراد أن اليمن يتبعه أينما سار وسير اليمن معه يستلزم نسبته إليه أظنكم الآن أبناء الضاضي النجباء قادرين على تعريف الكناية وتحديد أنواعها فهلما بنا إلى حل التدريبات في الكتاب المدرسي في الصفحة السادسة والثلاثين بين الصفة التي تلزم من الكنايات الآتية بين الصفة التي تلزم من الكنايات الآتية يطلب إلينا تحديد الصفة قال تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها عندما يقلب الإنسان كفيه ما الصفة التي يكون عليها أيها الأعزاء يا لك من طالب مبدع نعم الندم والحسرة فالإنسان عندما يقلب كفيه نقول هذه كناية عن الندم والحسرة والتألم فلان يشار إليه بالبنان الذي نشير إليه بالبنان ما الصفة التي نريدها من هذا الفعل نعم الشهرة والرفعة أما فلان هذا فهو لا يخشى في الله لوم تلائم ما الصفة التي نريد أن نعبر عنها بهذا القول نعم الجرأة في الحق محمد بيته مفتوح نعم الكرم والجود وأخيرا خالد نظيف اليد ماذا نقصد بنظافة اليد نعم المقصود العفة والأمانة إلى تدريب آخر التدريب الثاني بين الموصوف المقصود في كل كناية من الكنايات الآتية هنا الكناية عن موصوف نريد أن نحدد هذا الموصوف قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ماذا قصدت الآية الكريمة في من ينشأ في الحلية ما المقصود بذلك نعم النساء النساء فالمرأة غالبا ما تهتم بالجمال والحلية وهي لا تستطيع أن تبين في خصامها كثيرا كما يفعل الرجال قال الشاعر في المتحي قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان ما الموصوف الذي لم يأتي مباشرا في هذا البيت تتبعوا البيت أيها الأبناء كلمة كلمة قوم ترى أرماحهم يوم الوغى في يوم القتال والمعارك مشغوفة بمواطن الكتمان وكأنك تبينتها أيها الطالب النجيب أين يكتم الإنسان أسراره أين مواطن الكتمان عند الإنسان أحسنتم بارك الله فيكم مواطن الكتمان أي القلوب فالإنسان يكتم أسراره وخباياه في هذه القلوب الصديق والفاروق من العشرة المبشرين بالجنة الصديق أبو بكر والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قصة كريم الله دروس بليغة وعبر عظيمة من هو الملقب بكريم الله؟ من الموصوف هنا؟ نعم بارك الله فيكم إنه موسى عليه السلام التدريب الثالث في الصفحة السابعة والثلاثين وفيه يطلب تحديد النسبة بين النسبة التي تلزم من كل كناية فيما يأتي مشى العلم خلف ابن عباس نسبة العلم لابن عباس رضي الله عنهما تتبع الحياء خطوات مريم الأمر سهل ميسور لكم نسبة الحياء لمريم قال الشاعر زياد الأعجم مادحا إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج نسبة السماحة والمروءة والندى لابن الحشرج وقد نسبت إلى القبة التي تعلو خيمته أو منزله قال في المتحي اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه نسبة اليمن والمجد إلى الممدوح فهنا اليمن يتبع ظله نسبت إلى ظله والمجد هنا قد نسب إلى ركابه قال البحتري مادحا آل طلحة أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ يَجْمَعُ رَحْلَهُ فِي آل طلحة ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ ونسبة الكناية في البيت نسبة المجد لآل طلحة والآن مع تدريب جديد نتأكد من خلاله على قدرتك على التمييز بين أنواع الكناية فهلما بنا إلى التدريب الرابع في الصفحة السابعة والثلاثين تصفح الجدول الآتي ثم صل بين كل كناية في العمود ألف وبين نوعها في العمود با ويعطينا في العمود ألف مجموعة من الجمل التي تتضمن كنايات وفي العمود با أنواع الكناية التي نعرفها عن نسبة وعن صفة وعن موصوف وهكذا ولنقرأ معا هذه الجمل كان خاتم الأنبياء أفضل الناس خلقا من المقصود هنا؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم إنها كناية عن موصوف وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال الشاعر يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبس واليم هنا هو البحر أو الماء نعم إنها السفينة إذن هي كناية عن موصوف قال الابن وهو ينتظر أباه العائد من السفر إن أقارب الساعة لا تتحرك ماذا يقصد هذا الابن البار؟ يقصد الشوق إلى هذا الأبي لذلك هي كناية عن صفة الشوق لهذا الأبي قال الشاعر لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل لا ينزل المجد إلا في منازلنا فهي كناية عن نسبة نشكر لكم أبناءنا حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من درس الكناية لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر